السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء يا طلاب أبناء صف أول متوسط بشركة أفاق التعليمية معكم الأستاذ عطية جميل معلم اللغة العربية بشركة أفاق التعليمية واليوم سندرس درسا من دروس الوحدة الثانية وهو درس الأفعال الناسخة ما هي الأفعال الناسخة تسمى الأفعال الناسخة أفعال الناسخة أو كانة وأخواتها ماذا تفعل هذه الأفعال هذه الأفعال تعمل على الجملة الإسمية وإذا قلنا الجملة الإسمية فإننا نتحدث عن المبتدأ والخبر نتحدث في الجملة الإسمية عن المبتدأ والخبر نحن نعلم أن الجمل تنقسم إلى قسمين جملة اسمية وجملة فعلية جملة اسمية أي أنها تبدأ باسم كما نقول الرسول مجتهد في سبيل الله إذن هذه الجملة جملة اسمية لأنها بدأت باسم وهي كلمة الرسول أما إذا كنا جملة فعلية فإننا نتحدث عن جملة تبدأ بفعل نتحدث عن جملة تبدأ بفعل كتب الولد الدرس الجملة تبدأ بفعل وهو كلمة كتب نعود إلى الجملة الإسمية وهي موضوع حديثنا اليوم عن الأفعال النسخة إذن اتفقنا في بادئ الدرس أن الأفعال النسخة تدخل على الجملة الإسمية ماذا تفعل هذه الأفعال؟ بعض الأمثلة التي تأتي إلينا في هذا الدرس كان الرسول قائدا كان الرسول قائدا كانت ساعات عمره شهورا كان الرسول ذا خلق عظيم ذا خلق عظيم سار المسلمون منتصرون هذه أفعال ناسخة إذن ما هي الأفعال الناسخة؟ الأفعال الناسخة كما نرى هي كان، سار، ليس، ظل، أضحى، أمس، وأصبح، وبات، ما زال، ما داما إذن الأفعال الناسخة لابد أن نحفظها حتى لا يختلط علينا هذه الأفعال مع أفعال أخرى في بادئ الجملة أو تبدأ الجملة بفعل من هذه الأفعال نقول أن هذه الجملة جملة فعلية لا، هذه الأفعال خاصة بنفسها ويطلق عليها الأفعال الناسخة أو كما اتفقنا سابقاً كان وأخواتها لو نظرنا إلى الأمثلة في بادئ الدرس المسلمون منتصرون هذه الجملة جملة اسمية هذه الجملة جملة اسمية وكلنا أنها جملة اسمية أي تبدأ باسم وإذا كنا جملة اسمية فإننا نتحدث عن مبدأين أو ركنين من أرقان الجملة الاسمية أساسيين ما هما المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم الذي يأتي في أول الجملة الاسمية والخبر هو المتمم لمعنى المبتدأ المبتدأ هو المتمم لمعنى المبتدأ المسلمون هذه الجملة الاسمية المسلمون منتصرون لو رأيت الجملة بعد دخول فعل من أفعال كان وأخواتها أو فعل من الأفعال الناسخة لوجدت أنها صار المسلمون منتصرين ما الذي حدث؟ دخل فعل من أفعال كان وأخواتها على الجملة الاسمية كانت الجملة قبل دخول فعل من الأفعال الناسخة أو كان وأخواتها على الجملة قبل أن تدخل كنا نقول المسلمون منتصرون حينما دخلت الأفعال الناسخة وجدنا أن الجملة قد تغير فيها شيء ما الذي تغير في الجملة؟ تغير فيها الخبر من منتصرون مرفوع إلى منتصرين منصو إذن لو استطعنا أن نضقق في هذه الجملة قبل دخول الأفعال الناسخة وبعد دخول الأفعال الناسخة لوصلنا إلى استنتاج وهي قاعدة الأفعال الناسخة ما هي القاعدة؟ تقول القاعدة أن الأفعال الناسخة إذا دخلت على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها يسمى إيه؟ خبرها يبقى ترفع المبتدأ يسمى اسمها لا نعرف ونقول المسلمون صار المسلمون نقول المسلمون بعد الفعل صار نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواقل لا نقول اسم صار اسم صار طيب منتصرين إذن الجملة الفعلية دخلت على الخبر الجملة الفعل الناسخ صار دخل على الجملة الاسمية ونصب الخبر كيف نعرف منتصرين بعد دخول الأفعال الناسخة؟ نقول منتصرين خبر خبر صار منصوب خبر صار منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم يبقى إذن نعود إلى القاعدة مرة ثانية على جملة ثانية نأتي إلى الجملة التي بعدها وهي الفرخان آمنان الفرخان آمنان الفرخان آمنان نوضح الجملة الجملة تبدأ باسم أنفعل تبدأ الجملة باسم إذن الجملة اسمية أنفعلية اسمية لأنها تبدأ باسم تبدأ باسم إذن جملة اسمية أي أننا نتحدث عن مبتدأ وخبر الفرخان مبتدأ وآمنان هي الخبر نعود إلى الجملة ونضع فعل من الأفعال الناسخة التي قلناها سابقا وهي من كان وصار وليس وظل وأضحى وأمس وأصبح بات ما زال ما دام أدخلنا فعل وهو أصبح أصبح الفرخان آمنين ما الذي حدث؟ كانت قبل دخول أفعال الناسخة نقول آمنان الآن بعد دخول أفعال الناسخة قلنا آمنين أصبح الفرخان آمنين لو رأينا الجملة بعد دخول أفعال الناسخة فعلاً من أفعال الناسخة هو أصبح لوجدنا أن الخبر تم نصبه ليه؟ لأن الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها لو أردنا أن نقوم بإعراب هذه الجملة أصبح الفرخان آمنين الفرخان اسم لا نقول لا نقول مبتدأ بل نقول اسم أصبح مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى آمنين خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى إذن القعدة الأساسية لهذا الدرس أن الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها فلو رأينا المثال الثالث الأعوام أجيال وأدخلنا فعلا من الأفعال الناسخة أضحى أو أضحط أضحط أعوامه أجيال أضحط أعوامه أجيال لو نظرت في الجملة قبل دخول كان وخواتها فعلا من الأفعال كان وخواتها أضحط لو وجدنا أن دون دخول هذا الفعل أجيال وهذه على الخبر أجيال لأنه مرفوع بعد إدخال فعلا من الأفعال الناسخة أضحط أصبح أجيال لماذا أصبح أجيالا وكان في الصابق قبل دخول فعلا من الأفعال الناسخة أجيال وذلك لأن الأضحى أضحى فعلا من الأفعال الناسخة كما قلنا يدخل على الجملة الإسمية يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره فأصبحت كلمة أجيال أجيالا لأنه خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر لأنه مفرد إذن القاعدة تقول في هذا الدرس الأفعال الناسخة هي كان صار ليس ظل أضحى أمس أصبح بات ما زال ما دام هذه الأفعال تسمى أفعال نسخة أو كان وأخواتها لو كنا أدخل فعلا من الأفعال الناسخة فإننا نتحدث عن هذه الأفعال لو كنا أدخل فعلا من أفعال كان وأخواتها فإننا كذلك نتحدث عن هذه الأفعال فلو وجدنا مثال كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربيا كان الرسول مربيا لو وقفنا على الخبر وهو مربيا إذن لوجدنا أنه منصوب لماذا منصوب؟ لأن كان دخلت على الجملة الإسمية كما كنا سابقا فغيرت فيه ما الذي غيرته نصبت الخبر نصبت الخبر أؤكد مرة ثانية كيفية الإعراب أقول الرسول اسم كان وليس خبر اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد مربيا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرة لأنه مفرد يبقى إذن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها لو جئنا في مثال مختلف وهو كان الرسول ذا خلق عظيم كان الرسول ذا خلق عظيم في هذا المثال كان الرسول ذا خلق عظيم دخلت كان على الجملة الإسمية الرسول ذا خلق عظيم فحولت الخبر أين الخبر وهو ذا وهو ذا دخلت فحولت الخبر من رفع إلى نصب فنقول الرسول مبتدأ مرفوع اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف لماذا هنا الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة لأن ذا من الأسماء الخمسة وإحنا قبل في السنوات السابقة قد درسنا الأسماء الخمسة التي ترفع بالضم بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء في حالة الرفع نقول ذو في حالة النصب نقول ذا في حالة الجر نقول ذي إذن القاعدة في هذا الدرس مكونات الجملة الإسمية كما قلنا اسم مرفوع علامة رفعه كعلامات رفع المبتدأ الخبر وعلامات نصبه الخبر هنا نأتي إلى إلى علامات نصب الخبر الفتحة في الخبر المفرد وماذا وجمع التكسير وتكون علامة نصبه أصلية القصرة في جمع المؤنس السالم وعلامة نصب فرعية الياء تأتي في حالة النصب لمن المثنى جمع المتذكر السالم وهي علامة نصب فرعية الألف في الخبر من الأسماء الخمسة إذن يؤكد عليك ويقول أن العلامة النصب الألف تكون لمن للأسماء الخمسة وهي علامة كذلك فرعية علامات رفع المبتدأ تضمن المبتدأ والخبر المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم وهي علامات أصلية نستنتج الجزء الثاني من القاعدة والأخير وهي العلامات الأصلية ما هي العلامات الأصلية؟ علامات الأصلية الضمة والفتحة والكسر هذه هي العلامات الأصلية أما الياء الألف الواو وإلى آخر من هذه العلامات فإنها علامات فرعية كما يقول الألف في المبتدأ والخبر والمثنة وهي علامة رفع فرعية الواو في المبتدأ والخبر الجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة وهذه العلامات كذلك علامات فرعية إذن في نهاية الدرس في نهاية الدرس وضح لنا ما هي علامات الرفع وعلامات النصب علامات الرفع الضمة وفي حالة الجمع التكسير والمفرد وجمع المؤنس السالم علامات النصب الكسرة على الفتحة في حالة المفرد طيب وجمع التكسير الكسرة في حالة جمع المؤنس السالم في حالة جمع المؤنس السالم الياء في حالة المثنى وجمع المذكر السالم الألف في حالة الأسماء الخمسة إذن نهاية الدرس نكرر القاعدة مرة ثانية لدرس الأفعال الناسخة الأفعال الناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وشكرا ونلتقي في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته